عايزة زود النهاردة حاجة اسمها ايه؟ ان معرفة الله ومعرفة الامور الالهية تحتاج نعمة خاصة من الله عشان كده محتاجين ان احنا قبل ما نقرأ ونذاكر ونحفظ ونبائر ونهاجم ان احنا نصلي الصلاة ونقاوة القلب بيخلوا فيه استنارة في الزهر فالانسان يفهم صح مع الاتضاع يعني اي معلومة عرفها اتفاخر بيها وحسس الناس بالدونية ان هم اقل مني وانا اللي عارف هم مش عارفين كل دي بتتوه معرفة الله الحقيقية من قلب الانسان الله نفسه متواضع كيف اتكلم عنه بكبرياء اكيد هبقى تهت عنه فاللي عايز يتكلم عن ربنا وعايز يفهم ربنا لازم يتصف بانه يكون قلبه متواضع يحب الناس ويحترمها يبقى النصيحة بتاعت ان هذا الصلاة الواحد لما يدخل المخدع ويقعد يصلي بيتكلم مع الله نفسه فرق كبير انه يتكلم مع ربنا واننا نقرأ عنه اننا اسمع منه واننا اسمع عنه من الناس معنى قاوة القلب وتهارة السيرة طبعا كلنا فينا عيوب فينا اخطاء بس في فرق بين واحد قلبه غليظ وعنيد ومش عايز ربنا في نفس الوقت بيقرأ ويبحث ويطلع على وسائل التواصل الاجتماعي يكتب مقالات او يكتب بوستات او يهاجم او يرد او يحارب وهو اساسا قلبه مش عمران بالنعمة وبين انسان تاني بياخد معلوماته من الله او الاستنارة ياخدها من ربنا عشان لما حد يعلمه او لما يقرأ يفهم بطريقة مستنيرة ده الفرق بين اثاناسيوس واريوس اثاناسيوس كان رجل الله واريوس كان معتمد على كبرياء وذاته وفهمه وشعبيته والناس اللي بتأيده والاسقفة اللي بيأيده عشان كده حتى بعد المجمع لم يتب اريوس بل بالعكس اصر على اخطائه اتعب القديس اثاناسيوس لانه بسبب الوشاية بتاعت الاريوسيين تم نافي القديس اثاناسيوس خمس مرات اول حاجة نحطها في بالنا قول قاله القديس اغسطينوس الله سر لا ينتهي الانسان من فهمه الله سر كلمة سر يعني ايه في كلمة سر بمعنى انا اقولك حاجة ما تقولها الشيح حد يسموها بالانجليز سيكرت وفيه سر بمعنى ان فيه غموض يعني يقولك الموضوع ده فيه سر كل الناس عارفاه بس فيه سر مش عايفين نفهم فكلمة سر اما بمعنى ان انا بقولك حاجة ما تقولهاش لحد خالص سر بيني وبينك وفيه سر بمعنى ان فيه غموض في الحدث او فيه الشخص فاحنا مش فهمينه عشان كده القديس اغسطينوس قال هذا التعبير اللي قدامكم الله سر لا ينتهي الانسان من فهمه هنا معناها ان الانسان ممكن يفهم بس مش هنخلص لان الله متسع لانهائي فانا عمل افهم كل شوية وفيش حد فينا يقدر يدعي انه عارف كل حاجة لما تلاقي واحد بيدعي انه عارف كل حاجة تعرف انه لسه ما عارفش حاجة لان الله سر لا ينتهي الانسان من فهمه ارجو العبارة دي تبقى في بالنا دايما نحفظها علشان ما نبطلش نعرف ربنا المسيح نفسه قال هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته يعني معرفة الله تحتاج مننا عمر يساوي ما لا نهاية لان الله لا نهاية